نسمعها من أخبار ذلك الوقت باختصار شديد ثم نعود للتعليق عليها ولماذا؟ لأنه مر مرور الكرام على غلق الحدود وهذا هو لأن واحدة من أصل المشاكل لأنك مشكلتين رئيسيتين ما بين النظامين القائمين في المغرب والجزائر مشكلة الصحراء ومشكلة الحدود هذه هما القضيتين الرئيسيتين بعد تجي خلافات أخرى وخصومات أخرى تتفرع عن هذه القضيتين الرئيسيتين دعنا نسمعوا ماذا حدث في مثل هذا اليوم قبل 27 سنة 94 يعني 24 أوت 94 أشخاص جزائرين حاصلين عن الجنسية الفرنسية هم مرزوق هامل وإي تي دير ستيفن وحماد رضوان هذا اللي قالت السلطات المغربية أنهم نفذوا معرفة أو يعرف الآن أيضا بواقعة فندق أسني بمراكش أقدم الحسن الثاني على خطأ فادح وهو أنه قرر أن يضع التأشيرة وكانت الجزائر تشهد بدايات الحرب القادرة كنا في 94 رأنا في سفر 94 راهي كما يقول لكوريدي يعني يرى حد الآن توفق قتلة في الجزائر أكثر من 20 إلى 22 ألف جزائري بعد انقلاب 11 يناير 92 لكن قرر حسن ثاني ذلك اليوم بارتكاب خطأ فادح وسوف أفسر لماذا أصفه بالخطأ الفادح وأعلن بوضع التأشيرة على الجزائري كانت تقريبا كل دول العالم مغلقة على الجزائر تقريبا يعني معدى ليبيا تونس شوية سوريا وبعض البلدان هنا وهناك يعني كما راهي الآن والله الآن شوية أكثر حتى ولكن الأخطر من ذلك أنه أيضا قال بأن الجزائريين حتى الذين يحملون جنسية أجنبية فرنسيين بريطانيين ألمان هنود بيتناميين أي واحد حتى ولو يحمل جنسية أجنبية وهو من أصل جزائري فإنه أيضا يجب أن يحصل على التأشير لكي يدخل للمغرب كانت هذه في 26-27 أوت 94 في صبيحة والين هذا في المساء في الصبيحة كنت رايح ككل يوم تقريبا إلى مقر عملي بسفارة الجزائر بليبيا بمجرد أن باركيت السيارة أمام السفارة في موقع خاص وقيت الحراسون تاع الباب الصغير والحراس تاع الباب الكبير يعني كانوا زوج أبواب واحد غاراج واحد باب صغير كلهم يجنوا نحوي يقولوا للسفير السفير يحتاجك يحتاجك بسرعة راح قال لما يجي سي محمد يطلع مباشرة خير واشكاين قالوا مش عارفين طلعت السفير كان وصلت قبل حوالي ساعتين أنا وصلت معا تساعة هكذا ولقيت نفس الشيء السكرتيرة مرعوشة قتل سي محمد راح من قبل يستنى فيك كان السفير اسمه محمد سعيدي محمد سعيدي بالضبط فدخلت قلت دركة كانت خاصة معاه يعني بالرغم أنه كانت علاقتي جيدة معه فلقيته يبتسم يضحك ويقول لي أروح روح سي محمد روح ووصلنت البقهاوي فاستغربت يعني أنا كنت نشعر بلي هناك شيء خطير يعني قال لي يجلس يجلس قلت له واشكاين قال لي راول حسن الثاني دار الغلطة تاع عمره هذا كان ربما رويت هذا القصة من قبل لك للتذكير اللي ما اسمههاش محمد سعيدي رحمه الله محمد سعيدي رحمه الله كان عينة سفير للجزائر في أفريل أو في ماي أفريل نهاية أفريل بداية ماي 94 عينة سفير للجزائر في طرابلس وكانت الجزائر ما عندهاش سفير ما بين سبتمبر وأفريل يعني العلاقات كانت سيئة جدا ما بين الجزائر وليبيا ليبيا القذافي يومها موضوع آخر هذا وكان هذا قبل أن يعين سفير كان هو رئيس ديوان المجلس الأعلى للدولة ما بين مقتل بوظياف بالضبط في واحد جويلية بوظياف قتل قبل ذلك بيومين ومجيء زروال في واحد فبراير واحد جويلية 92 إلى واحد فبراير 94 يعني قعد في مركز مهم جدا جدا رئيس ديوان تعالي كافي يعرف كل شيء يمر عليه كل شيء في تلك الفترة لدامة حوالي تقريبا 20 شهر تقريبا فكان يعرف تفاصيل العلاقات وتفاصيل الخصومات والصراعات وأشياء كثيرة جدا وكان إنسان كبير كان عمره تقريبا 65 سنة معينه كان يحبي الدردش معايا ولذلك في الحقيقة أنا خذيت معلومات كثيرة من عنده في الدردشة وعرفت تعرفت على أشياء كثيرة أنا ذاك لكن في هذه الواقعة جلسنا قال لي الحسن الثاني ارتكب خطأ عمره قتله لماذا؟ قال لي لأن الجماعة رحين يغلقوا الحدود قتله يغلقوا الحدود هذا قرار خطير قال لي هذو كنا نحوسه هذو كنا نستناوه في واقع الأمر ما كناش قادرين نديروها لأننا نضروا بالاتحاد المغاربي أنا ذاك كان تأسس الاتحاد المغاربي في فبراير 88 وكان صعب أن الجزائر تغلقوا الحدود بدون سبب فقال أما وأنه ارتكب الخطأ الفاتح فسرح تسمع بعد شوية أنهم أعلنوا عن غلق الحدود قتله هذا سيؤثر بشكل رهيب على العلاقات مع البلدين يظهر الاقتصاد قال لي ما يهمش قال لي صراحة الجماعة ما يهمهمش موضوع ره السلطة رهي في خطر شديد جيه والجماعات هذه رك تشوفوا شرام دايرين دولة الدولة ودولة النهار ودولة الليل وأبدأ يحكي لي قال لي ولي ذلك الجماعة مش رايحين يتراجع على غلق الحدود قال لي بعد شوية تسمح تقريبا ممكن ساعة ولا ساعة ونص بعد ذلك فإذا تجيب الأخبار عاجلة كانت أنا ذاك في الراديوات في كاش تليفزيونات والأنترنت تجي الأخبار عاجلة فتحنا كلنا كان عندي راديو في المكتب فتحته على فرنسا انتير على ميدي آن على البي بي سي بعد ساعتين يمكن يخرج الخبر وجاتنا في نفس الوقت برقية رسمية على أن الجزائر قررت أيضا فرض التأشير على المغاربة وزيادة على ذلك غلق الحدود هذه الحدود مغلقة لحد الآن